السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلماتكم منات صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابنا وطالباتنا الرائعين في الصف الأول تأهيلي معي في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الأول فأهلا وسهلا بأبنائي وبناتي معنا في درسنا الموقع الإلكتروني زيارة موقع إلكتروني قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية أبنائي وبناتي أولا علينا أن نختار المكان المناسب للتعلم ويكون خاليا من الضجير تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر كذلك أبنائي وبناتي كما علي أن أستعد وذلك بتجهيز أدواتي وكتبي الكتاب المدرسي كذلك وجميع ما يلزمني قبل بداية الدرس تكون لدي معرفة مسبقة باحتياجاتي والاستعداد لها أيضا أستمع إلى درسي بتركيز وأتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص لا أخيرا نوجه رسالة إلى أولياء أموركم نطلب منهم تقديم الدعم والتوجيه لكم إذا لزم الأمر عنوان الدرس هو الموقع الإلكتروني الهدف العام أن يتمكن الطالب والطالبة من استخدام المواقع الإلكترونية الأهداف التدريسية أولا أن يذكر الطالب والطالبة ماذا يعني موقع إلكتروني ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة مزايا الموقع الإلكتروني كذلك ثالثا أن يذكر الطالب والطالبة خطوات البحث عن موقع إلكتروني أربعة أن يطبق الطالب والطالبة خطوات زيارة موقع إلكتروني الموقع الإلكتروني أبنائي وبناتي عبارة عن صفحات مرتبطة ببعضها إذن الموقع الإلكتروني نعرف جيدا أنه عبارة عن صفحات مرتبطة ببعضها لبعض إذن مثل ماذا؟ مثل الكتاب إذن موقع الإلكتروني مثل الكتاب عبارة عن صفحات مرتبطة عبارة عن صفحات مرتبطة بعضها ببعض أبنائي وبناتي إذن الموقع الإلكتروني عبارة عن صفحات مرتبطة بعضها ببعض مثل ماذا؟ مثل الكتاب أحسنتم إذن يمكننا زيارة المواقع الإلكترونية والوصول إليها من خلال المتصفح الإلكتروني إذن المتصفح الإلكتروني هو الوسيلة التي تساعدنا للوصول إلى المواقع الإلكترونية وهو يعتبر نافذتنا إلى العالم إذن ميزة المواقع الإلكترونية لما أسألكم ما ميزتها قلنا لكل موقع إلكتروني ميزة جميع المواقع المستقبل موجودة على الإنترنت ميزة هامة ماذا؟ أنه لكل موقع إلكتروني ماذا؟ نحن لدينا أسماء المواقع الإلكترونية ماذا؟ أحسنتم لكل موقع إلكتروني اسم خاص به مثلنا أنا لدي اسمي اسمي منال اسمي خاص بي إذن أنتم أبنائي وبناتي لكل منكم اسم فاطمة نورة محمد هكذا إذن أيضا المواقع الإلكترونية لها أسماء خاصة بها إذن لكل موقع إلكتروني اسم خاص به وكذلك ماذا حتى نصل إليه فهو كل موقع إلكتروني له ماذا عنوان يميزه إذن لكل موقع إلكتروني أبنائي وبناتي عنوان يميزه عن المواقع الأخرى حتى نستطيع الوصول إليه خطوة الأولى حتى نصل إلى المواقع الإلكترونية ماذا نستخدم؟ نقلنا حلقة وصولنا إلى المواقع الإلكترونية ما هي؟ المتصفح الإلكتروني إذن في البداية أبحث عن المتصفح بعد ذلك أختار المتصفح أفتح بالنقر عليها أنه أفتح صفحة المتصفح بعدين أكتب في محرك البحث أو في خانة البحث للإسم الخاص به بعد ذلك رح تظهر لي النتائج إذن المتصفح الإلكتروني أبنائي وبناتي هو نافذتنا إلى العالم أبنائي وبناتي بيب أسألكم سؤالاً أبنائي وبناتي أنه هنا صفحة الأساسية والرسمية للمتصفح الإلكتروني نلاحظ أنه هنا مستطيل هذا في الأعلى ماذا يسمى؟ هل هو مكان البحث أم نتائج البحث؟ ماذا يسمى هذا المكان في الأعلى؟ في الأعلى يوجد هنا في صفحة المتصفح لاحظوه معي هذا المكان ماذا يسمى؟ أحسنتم هذا مكان البحث الذي من خلاله نكتب اسم الموقع إذن هذا يسمى ماذا؟ مكان البحث طيب ما هذا الرقم الذي يظهر لي؟ ما هذا الرقم؟ يرمز لماذا؟ هل يرمز إلى عدد محاولاتنا؟ لا عدد المرات التي بحثنا عنها؟ لا وإنما يرمز عنها ماذا؟ يرمز عن نتائج البحث أحسنتم إذن هنا يظهر لهذا الرقم نتائج البحث كم اسم فيه يحمل هذا الموقع أو جزءا منه أو قريبا لهذا الاسم؟ إذن يخرج لجميع المواقع المشابهة له أو جميع المواقع التي تتحدث عن نفس هذا الموضوع إذن هنا يخرج لنتائج البحث هذا الرقم أما هنا مكان البحث اللي أنا أكتب فيه اسم الموقع أبنائي وبناتي طيب طبقنا قطوات عملية ننتقل فيها أنه رح نستخدم هذه المتصفحات الإلكترونية لاحظوا معي هنا ميكروسوفت إيتج مثلا هنا دخلنا على موقع هيئة ملكية للرياض من خلال استخدامنا لماذا؟ من خلال استخدامنا للمتصفح الإلكتروني ها هو متصفح الإلكتروني الخاص كتبنا هنا في مكان البحث الاسم هيئة ملكية لبادنة الرياض تخرج لنتائج البحث نختار الموقع الرسمي الذي نريد الوصول إليه إذن نكمل لدرسنا ونعود إليه لنكمل درسنا ونعود ما الموقع الإلكتروني؟ بطبط نظريكم أنتم تحدثنا أن الموقع الإلكتروني شبهناه بشيء ماذا كان هذا الشيء؟ مثل ماذا؟ أحسنتم أنه مثل الكتاب والكتاب ماذا يحتوي؟ يحتوي على صفحات مرتبطة بعضها ببعض إذن الموقع الإلكتروني عبارة عن ماذا؟ عن صفحات مرتبطة ببعضها ببعض إذن ها هو الموقع الإلكتروني هو عبارة عن صفحات مرتبطة بعضها ببعض أبنائي وبناتي طبعا يوجد به الموقع الإلكتروني تحتوي على معلومات تحتوي على صور تحتوي على بيانات إذن هي شاملة تخص موقع الإلكتروني كل موقع الإلكتروني في بيانات خاصة به طيب سؤالي لكم في نشاط رقم 2 في كتابنا المدرسي أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة الموقع الإلكتروني هو صفحات إلكترونية مرتبطة بعضها ببعض أم متصفح المواقع أم البريد إحنا قلنا أن الموقع الإلكتروني تذكرون الصورة يشبه ماذا؟ إذن هو عبارة عن ماذا؟ هل هو عبارة عن بريد؟ إذن ليس عبارة عن بريد هل هو عبارة عن المتصفح؟ مثل جوجل كروم، مثل ميكروسوفت إيج لا، أنا أستخدم المتصفح عشان أوصل للمواقع إذن استخدامي للمتصفح الإلكتروني هي من أجل الوصول إلى الموقع الإلكتروني إذن الموقع الإلكتروني هو ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ عن صفحات مرتبطة ببعضها أبنائي وبناتي أحسنتم سؤال الآخر، يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر ماذا؟ من خلال متصفح المواقع الإلكترونية؟ أم من خلال برنامج وورد؟ أم من خلال شريط المهام؟ كيف يمكننا الدخول إلى ماذا؟ إلى الموقع الإلكتروني عن طريق ماذا؟ أبنائي وبناتي، أحسنتم، أنا أسمع إجابات صحيحة إذا نصل إلى الموقع الإلكتروني باستخدام ماذا؟ باستخدام المتصفح الإلكتروني، أحسنتم المتصفح الإلكتروني إذن نستخدم المتصفح الإلكتروني، اذكروا لي أمثلة عليها جوجل كروم، أحسنتم، مايكروسوفت إيج، أيضا سفاري إذن هذه كلها تسمى متصفحات، من خلالها نصل إلى الموقع الإلكتروني هل نستخدم برنامج وورد؟ لا، أحسنتم طيب شريط المهام؟ أيضا لا، وإنما نستخدم المتصفح مواقع الإلكترونية للوصول إلى المواقع الإلكترونية نستخدم المتصفح المواقع الإلكترونية وصلت معكم إلى نهاية درسي أبنائي وبناتي سأضمنكم تطبيق زيارة مواقع الإلكترونية حاولوا الوصول باستخدام متصفح الإلكتروني والبحث عن منصة مدرستي حتى نتمكن من تطوير مهاراتنا الرقمية وتطبيق ما تعلمنا وتعميمه قاكم على خير بإذن الله معلمتكم مناص صالح الغرب